تبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الحصة الرابعة وقوي متعلمتي البيانات التالية تهم متطورة كتلة طفل في شهور متفرقة من سنته الأولى لأن عندنا هذه البيانات هذه المعطيات تبين تطور الكتلة هذه الواحد الطفل في شهور متفرقة من سنته الأولى الشهر الأول كتلةه كانت 3.5 كيلوغرام الشهر الثالث 6 كيلوغرام الشهر السادس 8 كيلوغرام والشهر التاسع 9.5 كيلوغرام سؤال أليف أنظم البيانات في الجدول التالي لأن عندنا هنا الشهور الكتلة بالكيلوغرام فقد ندير هنا الشهور وهنا الكتلة دي الطفل بالكيلوغرام إذن في الشهر الأول شهر واحد الشهر الثالث الشهر السادس والشهر التاسع فأنتم توقفوا الفيديو وغاديديروا الكتلة دي الطفل في كل شهر في الشهر الأول 3.5 كيلوغرام في الشهر الثالث 6 كيلوغرام في الشهر السادس 8 كيلوغرام في الشهر التاسع 9.5 كيلوغرام ثم أمثل هذه البيانات بمبيان بخط منكاسر إذن سأمثل هذه البيانات هذه المعطيات دي لها الجدول في مبيان بخط منكاسر السن بالشهور عندنا في هذا المحور في هذا المحور العمودي الكتلة بالكيلوغرام إذن السن بالشهور عندنا الشهر الأول الشهر الثالث الشهر السادس والشهر التاسع في الشهر الأول كانت كتلة الطفل كام 3.5 كيلوغرام فعندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن 1 1.5 2 3 3.5 جينا فنديروا الإسقاط إسقاط العمودي بالطريقة نطلعوا معه 1 فنديروا الإسقاط على المحور دي الكتلة بالكيلوغرام فقد جينا ثم في الشهر الثالث كذلك نديروا الإسقاط ممكن نستعملوا المسطرة قد ناخدوا المسطرة في الشهر الثالث 6 كيلوغرام إذن قد نمشيه معه 3 ثم في الشهر الثالث 8 كيلوغرام نجيه معه 8 ثم في الشهر التاسع 9.5 كيلوغرام إذن 9 9.5 9 حتى 9.5 حتى لنا ثم غدير رسموا هاد الميبيان إذن في الشهر صيفر إذن بقي الطفل كتلة ديالو صيفر ثم في الشهر الأول كتلته ثلاثة في الشهر الثالث كتلته ستة 6 كيلوغرام ثم في الشهر السادس كتلته 8 كيلوغرام رسموا هاد الخط المنكسر وفي الشهر التاسع 9.5 كيلوغرام ثم في الشهر صيفر صيفر كيلوغرام هذا هو الخط المنكسر ديال هاده المعطيات السؤال جيم ما قياس كتلة الطفل في شهره أحيط الجواب الصحيح في شهره الأول في شهره الأول قلنا كتلته 3.5 شهره الأول 3.5 كيلوغرام في شهره الخامس إذن إحنا في الجدول ما عندنا الشهر الخامس إذا شنو نديره؟ أو ندوره على لا أعرفه ما كان عرفوش السؤال دال بكم ازداد قياس كتلة الطفل بين الشهرين؟ واحد وستة ما بين شهر واحد وشهر ستة إذن في شهر واحد كانت كتلته 3.5 وفي شهر ستة ولت 8 كيلوغرام إذن بكم ازداد قياس كتلة الطفل؟ فكتلة الطفل شحل باش تزد؟ قلن نديره 8 كيلوغرام نقسمنا 3.5 8 من اللي كانت عنده ستة أشهر ناقص من اللي كان عنده شهر كانت الكتلة جيله 3.5 كيلوغرام إذن 8 ناقص 3.5 يساوي 4.5 كيلوغرام إذن ازدادت كتلته ب4.5 كيلوغرام ما بين شهر واحد وشهر ستة بين الشهرين ستة وتسعة من اللي كان في عمره ستة أشهر ومن اللي وصل في عمره تسعة أشهر إذن في ستة أشهر كانت كانت الكتلة جيله 8 كيلوغرام تسعة أشهر تسعة أشهر تسعة فاصلة خمسة نديره تسعة فاصلة خمسة كيلوغرام نقسمنا 8 كيلوغرام فما بين ستة أشهر وتسعة أشهر ازدادت كتلته بكم؟ غريد نديره كما قلنا تسعة فاصلة خمسة ناقص ثمانية يساوي كيلوغرام ونص إذن ازدادت كتلته بكيلوغرام ونص يعني واحد فاصلة خمسة كيلوغرام أمر إلى التمرين الخامس أنجز النشاطين في الدفتر لاحظ الكيفية التي توزع بها عائشة وقتها طيلة اليوم 24 ساعة إذن تخصص تلت وقتها للنوم يعني واحد على ثلاثة للنوم واحد على أربعة لللاعب والراحة ثم واحد على إثنى عشر للأكل والباقي للعمل يعني ما تبقى فهي تعمل فهي قسمات 24 ساعة كما قلنا على هذا النحو يعني التلت للنوم الربع لللاعب والراحة واحد على إثنى عشر للأكل والباقي للعمل أحسب بالساعات المدة التي تخصصها لكل انشغال ثم أعرض البيانات في جدول الانشغالات في السطر الأول وعدد الساعات في السطر الثاني إذن أولاً سنحدد عدد الساعات التي تخصصها عائشة للنوم والللعب والراحة للأكل والعمل كذلك نقلنا عندها 24 ساعة يوم كامل 24 ساعة فهي قد تقسمها على هذا النحو تلت يعني تلت ندي 24 ساعة بمعنى 24 في 1 على 3 وسنجد الوقت أو المدة التي تخصصها للنوم إذن 24 في 1 على 3 يعني 24 على 3 فـ 24 على 3 يساوي كم؟ يساوي 8 نلقى 24 على 3 يساوي 8 إذن 8 ساعات للنوم ثم عدد الساعات التي تخصصها للعب والراحة بنفس الطريقة لنجد 24 ساعة في 1 على 4 1 على 4 فكتساوي 24 ساعة على 4 24 على 4 يساوي 6 إذن 6 ساعات للعب والراحة الأكل بنفس الطريقة وقفوا الفيديو وحسبوا عدد الساعات التي تخصصها للعب إذن 24 في 1 على 12 يساوي 24 ساعة على 12 يساوي ساعتين يعني تخصص ساعتين للأكل والباقي للعمل يعني عندنا 8 زائد 6 زائد 2 كم؟ 8 زائد 6 زائد 2 زائد كم؟ يساوي 24 ثم 8 زائد 2 10 زائد 6 16 16 الشحال الخصوة باش توصل 24 بمعنى غادي نديره 24 غادي نقسم منها 16 ليه هي كم؟ ليه هي 8 إذن 8 زائد 2 10 زائد 6 16 16 زائد 8 24 إذن تخصص 8 ساعات للعمل 8 ساعات 9 10 10 13 14 16 17 17 18 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 27 28 29 28 29 30 30 30 30 30 32 33 33 34 34 35 35 37 37 37 37 38 39 39 تقضي في الأكل 1 على 12 من وقت يومها لن تقضي ساعتان أما في العمل فقلنا 8 ساعات كذلك بلجمعنا 8 زي 12 زي 16 زي 8 24 السؤال جيم مثل هذه البيانات بمخطط بأعمدة الانشغالات على المحور الأفوقي وعدد الساعات على المحور العمودي سنمتلون هذه المعطيات في مخطط بالأعمدة سنمتلون الانشغالات في المحور الأفوقي وعدد الساعات في المحور العمودي لكن كما تلاحظون سنرسمون محورين محور عمودي ومحور أفوقي سنمتلون الانشغالات على المحور الأفوقي هنا عندنا الانشغالات الانشغالات وفي المحور العمودي عدد الساعات هذا المحور عدده الساعات إذن عدد الساعات سنجد هنا ساعتين أربع ساعات ست ساعات ثمان ساعات إذن جوج ربعة ستة ثمانية الانشغالات ونبدأوا بالنوم إذن النوم قلنا تخصصوا للنوم كمين ساعة ثمان ساعات ونبدو ونوصلوا للثمانية ثمان ساعة ونوصلوا للثمانية ثم هذا العمود كذلك قلنا نمده سنوصل لثمانية بعد ذلك قلنا نسده هذا هو العمود الخاص بساعة النوم ثمان ساعات ثم اللاعب والراحة ست ساعات بنفس الطريقة ست ساعات سنوصلوا ستة نباقي شوية نزيدا 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 ست ساعات تخصصها للعب والراحة الأكل ساعتين للأكل عندها ساعتين فقط ساعتين ثم العمل ثمان ساعات كذلك هذا العمل ثمان ساعات العمل عدد ساعات العمل هي نفسها عدد ساعات النوم الكخصوم يكونوا جئين في نفس المستوى ثم قد يكتبوا النوم النوم اللاعب والراحة اللاعب والراحة الآكل الآكل العمل يمكننا كذلك اللونهم بألوان مختلفة مثلا النوم اللون البرتقالي اللونهم بألوان مختلفة نكتبو هنا النوم ثم اللاعب والراحة مثلا لون الأصفر نكتبو تحت منه اللاعب والراحة ثم الآكل بالألوان مختلفة كذلك العمل أيضا بالألوان مغاير نحط اللاعب والراحة ف visa نكتبو الراحة دي دوز. فيلو. فيBrote بس. لين عدد تلاميذ اللي كيز همملو formal Córdia الهوائية خمسة. اللي كيمشوا على رجليه هم. أب بي تاسعة. اللي كييستعملو السيارة أربعة. أما اللي كيستعملو الحافلة فهو عددهم اتنع عشر. Joport se donne sur un graphique enukan. لين غذي نعاودون المتلؤ هاد المعطيات فمي بيان بالأعميدة وموين دو ترانسپورت سر لأكس هوريزونطال وسائل النقل قادي نديرو هون فلأكس في المحوار هوريزونطال لي هو الوفقي نمبر دي توليزاتر سر لأكس верتكال نمبر دي لذ وبيان نمبر دي توليزاتر عدد المستعملين سر لأكس على المحوار العمودي دي المرة أخرى غادي نرسمو محوارين محوار أفوقي ومحوار عمودي محوار أفوقي وهذا محوار عمودي فطلبو مننا في المحوار الأفوقي غادي نديرو موين دو ترانسپورت إذا هنا نكتبو موين دو ترانسپورت سر لأكس هوريزونطال موين دو ترانسپورت دو ترانسپورت سر لأكس نمبر دي توليزاتر عدد المستعملين نمبر دي توليزاتر نمبر دي توليزاتر ثم سنمتل هذه المعطيات دي توليزاتر نمبر دراجة دي توليزاتر بيو 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 بواتور بوس ثم فضل محوار هل يديروا الأعداد من واحدة الاثنى عشر لكن ما قلناه يديروا الأرقام من واحد إلى اثنى عشر واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احدى عشر ثم اثنى عشر فغدير رجعوا اللي كي يستعملوا الدراجة الفيلو عندنا خمسة كذلك بيستعمل المصطر نمشوتها الخمسة الخمسة ونحبسه خمسة عدد مستعملي الدراجة خمسة ونحبسه هنا اللي كي يمشوا على رجلهم تسعة ثمانية تسعة تسعة غديروا الإسقاط ثم غادي ناخدوا المصطر مرة أخرى والرسمة نوصل إلى تسعة ثم اللي كي يمشوا بالسيارة العائلية أربعة عددهم أربعة أربعة الجينية أما اللي كي يمشوا في الحافلة في عددهم اتنى عشر هو أكبر عدد اتنى عشر تنوصلوا هنا هنا ثم نعددهم اتنى عشر كما قلنا ثم نكتبه فيلو فيلو أب بي أب بي فواتيور فواتيور بوس يمكن نلونوهم بألوان مختلفة مرة أخرى ثم نلونو باللون الأصفر ثم يتكملو التلوان ثمevني أب بي أب بي أبع الواقع igيرات الأصفر الأمور كتنى عشر واما أبعال الأسفر غاستئة أ yep هذا هو تمتيل المبياني بالأعميدة غرافق بaton كيل الم pearl كيل المهتم tiene تحديث صناح ça الوصف النقل المستعملة بكترة إذنك اللحظة فهذا العمودة هو اللي كبير لونك le moyen de transport le plus utilisé le bus اللي هو الحافلة فأغلب التلاميذ كيمشيو الحافلة يكتبو هنا يا بوس كيلي لو موين de transport le moins utilisé يعني الاقل استعمال وسيلة النقل الاقل استعمال قدي رجوعه وتاني التمتيل المبياني وقدي نشوفه أصغر عمود دين أصغر عمود هو دين لي بواتور اللي كيمشيو بالسيارة العائلية فهو ما الاقل donc le moyen de transport le moins utilisé بواتور كم بيان دي لي اتوليز دي موين دي ترانسبور اموتر كم عدد التلاميذ اللي كي يستعملوا وسائل نقل ذات محرك يعني كالسيارة كالحافلة فوقفوا الفيديو حسبوا عدد التلاميذ اللي كي يستعملوا وسائل نقل عندها محرك يعني عندها المطور فالفيلو الدراجة ما عنداش المطور ابييه كيمشيو على جليهم اذا اللي عندهم المطور كينا لفوتور مع البوس لانك لنمبر دي زيله كي يتوليز دي موين دي ترانسبور المطور ونحسبو كاتر بلوس دوز كاتر بلوس دوز ربعة كي يستعملوا لفوتور اتناع عشر كي يستعملوا لحافلة اذا اربعة زائد اتناع عشر يساوي ستة عشر اتناع عشر اتناع عشر ونكتبو سيز الاف وبهذا ننهي تعملين الصفحة رقم واحد وخمسون نلتقي في الصفحة رقم اتنين وخمسون اوغوظا